لما رعت الأهلي أول مرة أول وهلة كده شفت مين من النجوم اللي كانوا موجودين في الندلاء وقتها يعني على ما أتذكر بقى الجيل اللي هو كابتن هاني مصطفى كان في الأواخر وكابتن أحمد عبد الباقي يعني أسماء كبيرة هو كان في الفترة دي كان فيه كابتن أنور السلامة وكابتن أحمد ماهر وكابتن مشير عثمان وسامير حسن دكتور سامير حسن هي نقطة اللقلة بقى ما بين الجيل ده وجيل بتاعكم بقى كابتن مصطفى مجيل نحن إسا طالعين احنا بالزبط طيب لما فشلت أول مرة لما رحت وما وفقتش فيه كابتن فتح نصير أعظني بقى كان في ذهنك على طول إن الرجل ده مش عاوز أقابله تاني لأنه هو اللي قالاشنا والكلام ده أنا أحساسي أن أنا كويس وهو اللي قال لا ما ينفعش طيب مع أني ما لمستش كورة أساس أول قرار أخدته إيه بعد ما ماشيت كده وانت ماشي على الكبرى كده مع الوالد كده وما روحين على البيت إيه القرار اللي انت أخدته والله يا كابتن قلت بقى أن أنا يعني خلاص كورة هلعب بقى في المدرسة في الشارع ممارسة بس الظهر أن أنا مش مؤهل أن أنا بقى طبعا في فرق وفرق كبير زي النادي الأهلي وأنا طبعا غير نادي الأهلي ما بفكرش يعني نعم بعد كده وأنا في المدرسة بقى كالليا زميل بيلعب في النادي الأهلي تحت كم سنة؟ كان 13 سنة مع مين المدربين؟ كان الكابتن سايس كابتن سايس راح نطلع عليه فقال لي أنت مكسر الدنيا في المدرسة ومقطعنا وبتاعك كنت ملعب نصف ملعبش وراء كمان؟ آآ فما تيجي؟ قلت له أجي ما أنا ورحت قبل كده وحصل للحق صلصت على إيه؟ وانا ملطاشة بقى وقعد كلي شوية أو لي إيه؟ أما تماشي وفتح نصير الأول بس كده سأله على الراجل ده مش هاجي آآ فالمهم ديت معاد أول مرة ورحت معاد وما روحتش ما روحتش تاني مرة جالي وقال لي لازم طب تعالي بس مرة جرب يعني انت رايح بقى خلاص يعني فائد أمي فرايح بقى هلعب براحتي وما فيش أي حاجة وماشي يعني آآ ولعب في نص الملعب وكان وقتها اللي بلعب في الحتة دي علاء ميهوب آآ نفس الجيل آآ مع الناشئين مع الناشئين طبعا فكابتن سايس على طول قال لي تعالى بكرا بقى انت عارف المستخرج وشابة الميلاد والحاجة والصور والكلام ده حضرت اخبارات؟ لا لا خالص كان الموسم بادئ آآ كان الموسم بادئ يعني ومن يوميها بقى وانا طبعا موجود في النادي الاهلي بقى في آآ دخلت متسنك كم سنة بقى لما بدت في الفرق الناشئين؟ آآ بالضبط آآ 13 سنة كنت آآ 13 سنة آآ مين كان من اللعب اللي جيلك آآ اللي كمل ووصلوا لفريق الأول؟ آآ طهر ابو زيب وآآ علاء ميهوب دول اللي احنا كملنا في الاهلي في اسامة عباس آآ راح الاسماعيلي بعد كده آآ آآ يعني هما دول بس آآ هما دول بس آآ فضلت موجود مع الناشئين لمدة كم سنة بتلعب ناشئين؟ آآ فضلت الغاية آآ طبعا آآ آآ أثناء المرور بقى ب 14 سنة و 16 سنة و 18 منتخبات القاهرة أساسيا على طول والمنتخبات القاهرة دي كان قوية جدا 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 وكنا بنعمل مرشاة كان بتفرز نجوم طبعا واختروني في أول بقى منتخب آآ للناشئين كان سنة 79 مين المدرب اللي كان؟ كان الكابتن صلاح أبو جريش الله يرحمه الله يرحمه آآ وكان عندنا الأسبوع الصداقة آآ المصر الألماني كان في اسكندرية في اسكندرية آآ بعدين مساك وبعدين ليبرو جعبي داير يعني وبعدين ليبرو آآ انت مخفتش بقى ان انا هبعد عن الحتة اللي انا بلعب فيها واللي انا دخلت فيها ان انا قال هبعد عنها وان هحطوني مثلا في حتة جديدة ممكن افشل فيها؟ لما قال لي جرب الحتة دي وانا حسنت هتيلاء ان انا كنت هادي وكنت بطلع الكرة مظبوطة بالرجل وفي مهرات وكده فقال لي انت من وره هتبقى احسن استكشف الكاشف الملعب كله وتقدر برده تكمل يعني يعني تقدر تكمل بعد ونص الملعب وتكمل مع الفرودة يعني فلما لقبتها لقيتها اه احلى بالنسبالي آآ يعني كاشف الملعب كله اخر واحد مش ماسك حد خالص تعرف الليبرو نص الملعب آآ طبعا إنما في وسط الملعب عايزه بقى قصر لابت 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 بش سوبر لا لاب لاب مواليبرو دي كانوا مشهورين بيها كان فيه بايكن باور كان بيه طبعا طبعا كان فيه كابتن حاسن حمدي كابتن شيربيني بالزبط بالزبط وكان فيه مع الله رحمه إبراهيم يوسف مزبوط وهاني رمزي كان فيه لعبة كتير ابتدت تنتهي بقى في التسعينات وعلى 95 كده ابتدت فيش الإبراهات بقى خالص بلعبوا اتنين مساكين يعني الدينة بغير تخلص يعني طيب وانت بتلعب مع الناشئين الكرة عندك اختلفت بعد وفي كل سنة من المراحل السنية مستوى عندك بيزيد مين انت شفته كان مساك الاعلى في النادي الاهلي وقلت انا عاوز لازم اطلع بقى زي الراجل ده او نفسه بقى زي الراجل ده هم كانوا بيشبهوني حتى لما ابتدت بقى بعد كده في المرحلة هنتكلم عليها بتاعت الفريق الاول بالكابتن حاسن لان انا كنت هادي جدا وبلعب دايما على التوقع وكان عندي توقع كويس او اكبر يعني مزاتي اللي قالوا لي عليها يعني ان انا التوقع كان كويس دي موهبة دي من عند ربنا زي كابتن حاسن كابتن حاسن مكانش تاكلينج ومكانش بقبط مش عنيف مش عنيف بلعب بدماغه بيفكر بدماغه يعني اه حاسن بتفكر بدماغه كده طوية اه ويعني ده اللي كان الانطباع ان انا لما طلعت درجة اولى وكان حتى كابتن حاسن كان لسه ماسك مدير كورا فكان بيكلم معايا وبقولوا انت شابه يا شكشوك يقولك يا شكشوك هو كان كلمة دي دايما يقوله لك شكشوك اه ايه منسبتها شكشوك لا هي كانت يعني زي شائية زي حاجة كده يعني زي حشيشة اه دلع كده يعني يعني هو اللازمة دي ببقه على طول يعني موسيقى